أول خبر عندنا لسه قضية النجم الكبير رايان جيجز مع زوجته مشتعلة مبارح وصل مدرب منتخب طبعا ويلز ونجم المان يونايتد السابق رايان جيجز لمحكمة مدينة منشستر حيث واجه طبعا اتهمات تتعلق بالعنف المنزلي نجم المان يونايتد السابق طبعا اللي فاز بالبريميا الليج 13 مرة منهم يعني متهم بالتعدي على صديقته السابقة خلال الفترة ما بين أغسطس 2017 ونوفمبر 2022 الحق أزى جسيم بها في منزله في ضحية طبعا منشستر يوم الأول من نوفمبر 2020 فضلا طبعا على شقوقتها الصغرى إما في نفس الحادثة رايان جيجز حضركم عارفين كان بيدرب ويلز من يمكن في الفترة اللي فاتت لكن توقف عن التدريب في نوفمبر 2020 وكانت آخر مباراة أشرف عليها هي مباراة الفوز على بلغارية بهدف دون رد في دوري أمم أوروبا حضركم عارفين أن المدرب البالغ من عمر 48 سنة بين تماما كل هذه الاتهامات هنشوف طبعا المحكمة هتقول إيه في إدانة جيجز لسه مع نفس القضية بشكل مختلف لكن مع العنف المنزلي لنجم منتخب ألمانيا المعروف نيكو شالتس دوت يعني لاعب في فريق بروسيا دورتموند واتهامه كمان بممارسة العنف المنزلي وقال أنه هو كان بيدفع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بمساعدة طبعا مستشاره القانوني عشان هو بريء من هذه المزاعم كان طبعا مكتب المدعي العام في دورتموند أكد بأنه تم إجراءات تحقيق ضد اللاعب وتم تفتيش منزله على مستوى نادي بروسيا دورتموند قال أنه بيأخذ الأمر على محمل الجد وبينقى بنفسه عن أي مشاكل من هذه النوعية أشكال العنف لكنه طبعا في نفس الوقت مش طرف في الإجراءات وليس لديه أي وصول على الإطلاق إلى ملفات التحقيق أو التهم الجنائية الموجهة لهذا اللاعب يبدو أنه طبعا تم توجيه طبعا هذه الاتهامات وكان صحيفة بلد أمسونتاك دي كانت توجهة اتهامات من جانب الصديقة السابقة لشولتسوي طبعا لمكانش موجود في تشكيل الدورتموند في المبرارة الافتتاحية في البوندزليجا الأسبوع اللي فات دي الأخبار اللي عندنا النهاردة وزي ما أقول لحضراتكم ملفاتنا النهاردة ملفات كثيرة جدا في المحترف على رأسها بداية البريميال ليج كيف يكون الصراع في البريميال ليج هذا الموسم انطلاق رائع على مستوى النتائج في بعض المفاجآت في نجوم ظهره ولكن كمان على مستوى المدربين على مستوى التواجد الجماهيري عندنا حديث كبير جدا على البريميال ليج وكمان عندنا حديث على البوندزليجا كل دوت ان شاء الله هيكون يعني من خلال وجود ناقدنا إيهاب الجينيدي في الفقرة اللي جاية خلينا نشوف مع حضراتكم كمان الصحف العالمية قالت ايه في المحترف